بتلقيح بأحد الأماكن وأيضاً نقاط تلقيح لنبيكي شيماء كيف هي الأجواء في هذا اليوم للمفتوح من أجل التلقيح والتحسيس بخطر كورونا أهلاً بك بلال أهلاً من جديد بالمشاهدين ومتابعين قناة النهار إذن نحن تنقلنا إلى عدة نقاط وعدة مصالح استشفائية هنا بمنطقة زيرالدا قناة النهار غطت كامل أو تيب بازا أقول قناة النهار غطت كامل النقاط سواء الشرق تيب بازا غربها وحتى وسطها إذن نحن تنقلنا مع مصاحة أو العيادة متعددة الخدمات للخاصة بفوكا وهي مؤسسة عمومية للسحة جوارية لبوس معيل إذن هذه المصاحة ترسل فرق طيبية للبيوت للمنازل من أجل تلقيح الأفراد التي يتعدر أو الذين يتعدر عليهم التلقيح أو التنقل إلى المصالح الاستشفائية من أجل التلقيح هذا لتسهيل عملية التلقيح وكذا أيضا هذا من أجل يعني رفع نسبة التلقيح معنا لتفاصيل أكثر معنا الطبيبة المختصة سعيدة أعدادن على ما أدن على المنزل لذلك نحن نتحرك لذلك نحن نتحرك لهم هذا الفرق في التنقل إلى المنازل والمعرفة التفاصيل أكثر معنا الممرد محمد حباشي تفضل أستاذ عطينا تفاصيل أكثر السلام عليكم في الحقيقة نحن سباقون المؤسسة العمية والسحة الجوارية لبوسماعين نحن سباقون في هذه العملية حوالي مدة ثلاث أشهر أو أكثر من ثلاث أشهر بدأنا بالجرعة اللولى بدينا نتنقل المنازل الأحياء الناس اللي لا يقدرون يتعذر عليهم باش يتنقلوا المراكز الصحية الناس المراض لديمالات آليتي ديزون ديكابي كذلك بالأيام العطل الجمعة والسبت تنقلنا المنازل الناس اللي خدموا الجمعة والسبت ممكن نلقاهم في المنازل كذلك لقحناهم الجرعة اللولى والجرعة الثانية وحاليا رأنا في الجرعة الثالثة بدأنا في العملية هذه ونطلب من المواطنين الاستجابة أكثر حاليا وشكرا شكرا إذن معنا المواطن اللي تم تلقيحه اليوم داخل المنزل وهو موسى البوزي تفضل السلام عليكم نطلب من المواطنين بهذا التلقيح يلتحقنا إلى المراكز التلقيح وهي درنا الجرعة اللولى والجرعة الثانية ورأني في هذه اللحظة في الجرعة الثالثة نطلب من المواطنين أن يلتحقوا بمراكز التلقيح والجرعة هذه تهم بزاف بزاف لصحة الإنسان لأنه هذا المرض خطير ونطلب من المواطنين أن يلتحقوا بمراكز التلقيح ويسهموا ويمشوا وينبهوا جوارينهم وينبهوا عائلتهم لأن هذا المرض خطير جدا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إذن كما هو واضح بلالة تم تلقيح العائلات داخل المنازل عن طريق فرق طبية هذه الفرق الطبية تقوم يعني بزيارات دورية حسب ما تم تصريح به إعطاء الجرعة أولى وثانية وثالثة حتى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا الأشخاص اللي تعدر عليهم بسبب ظروف عملهم أنهم يلتحقوا بالعيادات والمصحات والمؤسسات الاستشفائية هذا ما جعل نسبة التلقيح هنا في منطقة بوسماعيل وفوك بالخصوص مرتفعة يعني والتلقيح هنا اللقاء إقبال كبير لدى المواطنين حتى المواطنين فتحوا منازلهم فتحوا منازلهم لهذه الفرق الطبية من أجل تلقي التلقيح وأيضا أنهم يطلبوا كما قال محمد الأستاذ محمد أنه يطلبوا بالجميع من لم يتم تلقيحه أنه يلتحق بهذه المصالح الاستشفائية من أجل تحقيق المناعة الجماعية شكرا جزيلا لك شيمة بن جامع مفاياة تلفزيون النهار إلى ولاية بازا عيشتي معنا هذا